مرحبا و اهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية بفيديو اليوم رح اعمل فطاير باللحمة والجبنة رح يكونوا من دون فرن والحلو انه العجينة كتير سهلة ومكوناتها متوفرة والنتيجة بتطلع طرية وكتير كتير طيبة المقادير بالتفصيل حيكونوا مكتوبين باسفل الفيديو بصندوق الوصف رح ابدأ اول شي بعمل الحشوة في عنديوان مقلاية على نار متوسطة حطت فيها شوي من الزات النباتة بعدين لما يحمل الزات بحط فيها البصل المفروم وبقلب لحط البصل يبلش يتبل شوي بها المرحل بملح البصل بعد ما قلت البصل الشوي رح اضيف الفلفل الاحمر الحلو مفروم وبكمل تقليب بعد هيك رح اضيف اللحم المفرومة بستعمل لحم بقر اضيف اللحمة وبكمل تقليب بتكسر اللحمة قطع صغيرة بواسط ملعقة الخشب وبكمل بقلبها على النار لها حتى تستوي بها المرحلة رح اضيف توم المهروس والبهارات بالنسبة للبهارات بالنسبة للبهارات عم بستعمل شوية من البابريكا شوية من الكركم شوية من الكزبرة الناشفة وطبعا الملح والفلفل الاسود بحرق كل شي مع بعضه رح اضيف كمان المعجون الفلفل الاحمر الحلو هلا اذا ما توفر عندكم بتقدروا تستبدلوه بالمعجون التماطم وهو رب البندورة بس الافضل انه تستخدموها هيدا تتوفر عندكم لان بيعطيناكها كتير طيبة للحشوة واخر شي رح رش رش صغيرة من صلصة الورش السرشاير هيدا اذا ما توفرت عندكم بتقدروا تستغنوا عنها يعني بس كمان بتعطيناكها طيبة لحشوة اللحمة هيدا هي وخلص هلا بقلب كل شي على نارة متوسطة وهيك بتكون الحشوة صارت عندي جاهزة بيكون كل شي يستوى والبهارات تقلت منيح والريحة كتير كتير حلوة بحط الحشوة على جنب لحتى تبرد وببلش بعمل العجينة بالنسبة للعجينة عندي هون طحين متعدد الاستعمالات ضفت له شوية من الملح شوية من السكر شوية من الخميرة باكينج باودر طبعا زيت نباتي وراح اعجن كل شي بالحليب السائل هلا طبعا بتقدروا تعجنوها على ايدكن حركوها اول شي بملعة الخشب بعدين اعجنو على ايدكن انا اول شي يعني اللي تبدي اعملها على ايدي بس بعدين نقلت كل المكونات على العجينة وعجنتها حتى صارت العجينة عندي طرية يعني العجينة متمع بتشوفوا هيك بتقدروا تمدوها تشكلوها بايدكن منها عجفة منها اسية هيدا التراويه هيدا النتيجة هي اللي بتكون اياها حطيتها عندي بالوعاء لحتى تخمر طبعا غطيتها وبحطها بما كان دافيا حوالي الساعة على ساعة ونصلا حتى تخمر ويتضعف حجمها لما تخمر العجينة بحطها على سطح العمل عندي ومباشرة ببلش اشتغل فيها راح اخد قطعة او كرة صغيرة وراح ارقها لحتى تصير عندي دائرة مسطحة طبعا الحجم انتو بتتحكموا فيه انا عملتها تقريبا هتكون يعني الفطيرة بحجم الكاف بتقدروا تزغروها هاي شي بيرجع لالكن من بعد ما فردتها للعجينة راح اوضع فيها حشوة اللحمة بوضعها بس على جهة واحدة وبعدين بحط فوق الجبنة وبسكرها منيح على الاطراف لحتى ما تفتح نوعا بقليها بالمقلاي طبعا في عندي المقلاي مجهزيتها على النار حتت فيها شوية من الزيت النباتة بخليها تتحمر على اول جهة بعدين بقلب على الجهة الثانية لا حتى تتحمر تاخد لون حلو وطبعا تستوي كليا وهل هن الفطاير من بعد ما خلصتون طبعا حيكونوا كتير سخنين اول ما تخلصوهم ترون لا يبردوا وهيدي هي النتيجة فطيرة كتير طرية الحشوة كتير كتير طيبة عن جد يعني كلها مشبعة بالنكهات الجبنة مع اللحمة شي كتير روعة فهدا هو الفيديو لليوم ان شاء اللي تكون عجبتكن الوصفة بتمنى انو تجربوها وتعجبكن ما تنسو تعملوا لايك لحيدة الفيديو تشتركوا بالقناة اذا ما تكون مش مشتركين وتشوفوا بقية الفيديوات وانا ان شاء الله شوفكن بفيديو تاني مع الف سلامة موسيقى 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 موسيقى